اشتركوا في القناة الصداقة كلمة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها فعندما نتحدث عن الصداقة فإننا نتحدث عن الحب وعن الوفاء والثقة وهي من أبرز القيم الإنسانية التي تسمو بها الحياة فما الذي يميز الصديق الحقيقي عن غيره الصديق الحقيقي هو الذي يكون معك في السراء والضراء وفي الفرح والحزن وفي الساعة والضيق وهو الذي ينصحك إذا رأى فيك عيب ويشجعك إذا بادرت بفعل الخير ويعينك على العمل الصالح كما أنه يظن بك الظن الحسن وإذا أخطأت بحق بحقه يلتمس لك العذر ويقول في نفسه لعله لم يقصد إن صداقة الرفقاء في المدرسة من أهم الصدقات وأمتنها فقد أوصان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالصديق الصالح وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال الله طيب عندنا نموذج آخر كان لي صديق نعم الصديق سماه والداه حامد كان حامد طيب القلب حنونا ومتفائلا خلوقا وبشوشا رغم إعاقته التي تتمثل في عدم امتلاك أطرافه السفلية كان حامد يقبل المساعدة ويقبل عليها دون ملل أو كلل فكثيرا ما كنت أراه يجمع النفاية في ساحة المدرسة ويساهم في تزيين القسم ليس هذا فقط بل كان يتطوع في حملات التشجير في الحي ويجمع تبرعات العائلات لفائدة الفقراء والأيتام أتذكر يوم فراق والدي حينها شعرت بالخوف ونهاية الحياة فبدأ حامد يخفف عني همومي وخاطبني قائلا لا تيأس يا صديقي فالحياة مستمرة انظر إلي لقد فقدت رجلي منذ ولادتي لكني أستمتع بكل دقيقة في حياتي وأحمد الله على ذلك فاليأس لا يفيد لأنه بعد ذبول الأوراق تفتح الأزهار من جديد وبعد حلكة الليل يبزغ نور الصباح ألا تحفظ قول خالقنا في سورة الشرح فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى تأثرت بكلام حامد وأذركت مدى شجاعته وقررت ألا أستسلم بعد اليوم فالموت حق على كل شخص وهو كالعدو لا يجب أن ننهزم أمامه طيب عندي نموذج ثالث كذلك حول الصداقة أو الصديق يقال أن الصداقة الحقيقية كالعلاقة بين العين واليد إذا تألمت اليد دمعت العين وإذا دمعت العين مسحتها اليد الصديق الحقيقي هو الذي يكون معك في الصراء والضراء وفي الفرح والحزن وفي السعة والضيق وهو الذي ينصحك إذا رأى عيبك ويشجعك إذا رأى منك الخير ويعينك على العمل الصالح فالصاحب ساحب وكما يقال أيضا قل لمن تصاحب أقول لك من أنت كما أنه يظن بك الظن الحسن وإذا أخطأت معه يلتمس لك العذر ويقول في نفسه لعله لم يقصده تعلمت من الصحبة الحقيقية التعاون والتنافس في فعل الخير والإجتهاد كما تعلمت حسن التصرف مع الغير فهي تهيئنا للعيش في المجتمع كما أنها تبقى راسخة طول الزمان كما قال الشاعر رفاق الدرب ما زلتم بعمق القلب أحبابا وإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غابا بارك الله وفيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر